بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مجددا في مادة مقدمة في علم الاجتماع نتحدث اليوم وفي لقائنا الثالث عن علم الاجتماع وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى في البداية كان لابد أن نعرف علم الاجتماع يعرف علم الاجتماع بأنه هو العلم الذي يهتم بدراسة بناء ووظيفة المجتمعات الإنسانية المختلفة بالإضافة إلى دراسة عمليات التغيير الاجتماعي وتكون فيه الجماعات وحدة التحليل الأساسية للمجتمع بمعنى هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة بناء ووظيفة المجتمعات ما هو البناء الذي يتكون منه المجتمعات وما هي الوظائف التي يؤديها المجتمع في خدمة الأفراد كذلك أيضا يهتم بدراسة عمليات التغيير والتغير الاجتماعي التي تتم داخل المجتمعات بالاستناد بدرجة أساسية على الجماعات باعتباره علم يهتم بدراسة الجماعة وليس الأفراد كما في علم النفس أما العلوم الاجتماعية الأخرى فهي تعرف بشكل عام هي العلوم التي تحاول فهم أفعال الإنسان نفسه ومعرفة النتائج التي تتلتب على نشاطاته الفردية والاجتماعية علم العلوم الاجتماعية هي تلك العلوم التي تهتم بدراسة أفعال الإنسان نفسه ومعرفة النتائج التي تتلتب على نشاطاته الفردية والاجتماعية ما طبيعة النشاطات التي يقوم بها الإنسان سواء كان فردا أو جماعة تصنيفات العلوم الاجتماعية طبعا تصنف العلوم الاجتماعية إلى صنفين رئيسيين الصنف الأول هو ذلك الذي يرى بأن العلوم الاجتماعية هي علوم ذات دراسات واسعة للسلوك الإنساني وهي من هذه العلوم علم الاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا علوم ذات دراسات محددة للسلوك الإنساني هي علم الاقتصاد وعلم السياسة وسوف نتطرق إلى هذه العلوم بشكل عام خلال معلقائنا اليوم في البداية نتحدث عن علم النفس ويعتبر علم النفس هو العلم الذي يهتم بدراسة الفرد من خلال دراسته للعمليات العقلية البشرية مثل الإدراك والذاكرة والذكاء والعواطف والتعلم والاتجاه والدافعية هذه العمليات العقلية التي تتم في جسم الإنسان ترتبط بدرجة أساسية بهذا العلم الذي يهتم بدراسة الإنسان كفرد قائم بحد ذاته ويعتبر علم النفس من العلوم القريبة جدا لعلم الاجتماع بحكم أنه يهتم بدراسة الفرد والذي ترتكز عليه الجماعات داخل المجتمع الإنساني عوامل التداخل بين علم الاجتماع وعلم النفس هناك عوامل تداخل وتقارب بين علم الاجتماع وعلم النفس فكلاهما يهتم بدراسة السلوك الإنساني لكن علم النفس يهتم بدراسة السلوك الإنساني بالارتكاز بدرجة أساسية على سلوك الفرد بينما علم الاجتماع يهتم بدراسة السلوك الإنساني لكنه يركز بشكل رئيسي وأساسي على دراسة السلوك الاجتماعي يهتمان بدراسة الشخصية كل العلمين علم النفس وعلم الاجتماع يهتمان بدراسة الشخصية إلا أن علم النفس يهتم بدراسة السلوك الفعلي والتركيز على دراسة بناء وعمليات الشخصية في حد ذاتها بمعنى سلوك الفرد والعمليات الشخصية الخاصة به بحد ذاته ككائن فردي كشخص واحد فقط بينما يهتم مع علم الاجتماع بدراسة هذه السلوكيات وهذه السمات وهذه العلاقات الاجتماعية في إطار تكوين خصائص شخصية محددة بحد ذاتها بمعنى أنا أهتم بدراسة السلوكيات الجماعة وكيف تؤثر على سلوكيات الفرد داخل المجتمع وبالتالي هي العملية هنا تعتبر عملية تكاملية بدرجة أساسية طبعا الكثير من العلماء الذين رأوا بأن هناك علاقة بين علم الاجتماع والعلم النفس خلافا للعالم دوركايم الذي رأى أن من الخطأ تفسير ظاهرة اجتماعية معينة بالاستناد أو نتيجة للعمليات النفسية الفردية نقول مثلا أن ظاهرة معينة هي تعود بسبب عوامل نفسية لدى الفرد لكن بقية العلماء باستثناء دوركايم ركزوا على هذه المسألة ودعموها بدرجة أساسية يوم من أبرز هؤلاء العلماء وليام توماس وماكس فيبر وباريتو وتالكوت بارسونز طبعا مسألة التداخل والتقارب بين العلمين أسفرت إلى وجود علوم مشتركة بين العلمين هذه العلوم هي التي تربط بين علم الاجتماع وعلم النفس بدرجة أساسية من هذه العلوم علم الاجتماع النفسي العلم الذي يهتم بدراسة البعد النفسي للحقيقة الاجتماعية بمعنى التفسيرات النفسية المرتبطة بحقيقة اجتماعية معينة التفسيرات النفسية المرتبطة بحقيقة اجتماعية معينة مثلا نلاحظ أن ظاهرة الانتحار تكثر بسبب الفقر وضعف القانب الأمني وضعف الوازع الديني إذن هنا ترتبط مسألة الجانب النفسي للأشخاص شعوره بالكآبة شعوره بعدم القدرة عام ومواصلة الحياة بظروف اجتماعية موجودة وإذن فهي تهتم بمسألة البعد النفسي وأثره على الحقيقة الاجتماعية علم النفس الاجتماعي وهو الذي يهتم بدراسة انفعال الفرد تقاه أحوال المجتمع الذي يعيشه كيف يتفاعل الفرد كفرد مع أحوال المجتمع الذي يعيش فيه ويسكن فيه بدرجة أساسية بعد ذلك نلاحظ من ضمن العلوم معنا علما أنثروبولوجيا أنثروبولوجيا هي كلمة يونانية الأصل مكونة من شقين الشق الأول وهو أنثروبوس بمعنى إنسان والثانية لوجس بمعنى علم وبالتالي المصطلح مجتمعا يعطينا كلمة أنثروبولوجيا على أنها علم دراسة الإنسان طبعا العلماء لهم تقسيمات محددة للأنثروبولوجيا بدرجة أساسية هناك لدينا التقسيم الأول تقسيمات المدرسة الإنجليزية وتقسيمات المدرسة الإمريكية طبعا تقسيمات المدرسة الإنجليزية يقصد بها الأنتربولوجيا الطبيعية والأنثروبولوجيا الثقافية والأنثروبولوجيا الاجتماعية أما تقسيمات المدرسة الأمريكية فقد قسمت الأنثربولوجيا إلى قسمين أساسيين الأنثربولوجيا الطبيعية والأنثربولوجيا الثقافية طبعا المدرسة الأمريكية ترى بأن الجانب الاجتماعي يمكن ضمه ضمن الأنثربولوجيا الثقافية وبالتالي لا يحتاج أن يكون بند مستقلا قائما بحد ذاته طالما أننا يمكن أن ندرجه ضمن هذا البند الأنتربولوجيا الطبيعية تدرس الجوانب الطبيعية للإنسان تدرس الجوانب الطبيعية للإنسان مثل تطور الجنس البشري خصائصه وتصنيفاته كما تعرفون مثلا الحفريات القديمة التي تجد الإنسان نظرية دروينية ومسألة تطور الإنسان ما هو أصل الإنسان كيف نشأ هذا الإنسان كيف تطور عبر مراحل حياتية مختلفة على ماذا كان يعتمد مثلا في تكوينه الجسمي في تلك الفترة هل تغير شكل بنية الإنسان من الفترات القديمة إلى الفترات الحالية ما هو أصل الإنسان ومن أين نشأ في بداياته الأولى هذه الأنتربولوجيا الطبيعية الأنتربولوجيا الثقافية ومن اسمها هي التي تهتم بدراسة الثقافة أو طريقة معيشة الإنسان كيف يعيش الإنسان بدرجة أساسية كيف يمضي طبيعة حياته ما هي الوسائل التي يعتمد عليها ما هي الطرق التي يستند عليها أيضا في طبيعة حياته ما هي الثقافة التي يمارسها عاداته تقاليده اتقاهاته آراءه فنونه رقصاته الشعبية كل تلك الأشياء تدخل من ضمن الأنتربولوجيا الثقافية طبعا لدينا مجموعة من الاختلافات بين الأنتربولوجيا الثقافية وعلم الاجتماع هذه الثالي اختلافات هي اختلافات مهمة وجوهرية بين العلمين طبعا علم الاجتماع يهتم بدراسة المجتمعات الحديثة في طبيعة الحال علم الاجتماع يهتم غالبا بدراسة المجتمعات التي تكون موجودة في الوقت الحالي وبالتالي اهتمامه هنا ونظرته هنا إلى مسألة الجانب الاجتماعي بدرجة أساسية يعكسها اهتمامه بدراسة المجتمعات الحديثة والمتقدمة بدرجة أساسية طبعا الأنتربولوجيا غالبا ما تمين بدرجة أساسية إلى الأنساق التقليدي أو المجتمعات البدائية المجتمعات البدائية التقليدية البسيطة التي يتمكن الفرد مثلا الباحث أنه يعيش فيها ويتمكن من دراستها بهذه المجتمعات بشكل كبير طبعا علم الاجتماع يهتم بدراسة الإنسان والحضارات الأكثر تقدما بمعنى أنه يهتم بدراسة الإنسان في الوقت الحالي كما قلنا مجتمعات حديثة وبالتالي هو يدرس الإنسان والحضارات المتقدمة في الوقت الحالي لأنه يود أن يحل مشكلات الإنسان في الوقت الحالي الذي نعيش فيه تهتم بدراسة الإنسان البدائي أو غير المتعلم كما قلنا الانتربولوجيا تهتم بالمجتمعات التقليدية والمجتمعات البدائية وغالبا ما يكون الإنسان في هذه المجتمعات إنسان بدائي بسيط غير متعلم وغير مثلا حديث متقدم بل أنه يمارس الحياة في طبيعتها البسيطة والبدائية يدرس طبعا علم الاجتماع يدرس قطاعات أو أجزاء معينة من المجتمع مثل دراسة النظام الأسري والاقتصادي بحكم أن المجتمعات التي يدرسها المجتمع عالم الاجتماع هي مجتمعات واسعة وكبيرة وحديثة ومعقدة هو لا يهتم بدراسة كل المجتمع بل يأخذ جزئية معينة في نظام معين في اتقاه معين وثم يعمل بعد ذلك على تبني هذه المسألة والقيام بدراسة هذه المشكلة والتركيز عليها بدرجة دقيقة وبالتالي هو يدرس جزئية معينة من المجتمع على عكس في الانتربولوجيا تهتم الباحث فيها يدرس المجتمع دراسة كلية شاملة نلاحظ أن الكثير من الباحثين الانتربولوجيين يذهبون إلى هذه المجتمعات ويمارسون الحياة بل أنهم أحيانا يضطرون للعيش لفترات طويلة كما فعل العالم مالينوفيسكي في دراسة الكثير من المجتمعات التي كان هو جزءا من هذه المجتمعات ومعبرا عنها بدرجة كبيرة وبالتالي هو درسها دراسة شاملة كاملة بحكم أن المشاركة هنا تكون مشاركة مباشرة أيضا يدرس المجتمع بالاعتماد على الإحصاءات والاستبيانات في دراستهم يعني العالم الباحث الاجتماعي يدرس المجتمع بالاعتماد على الإحصاءات والاستبيانات في دراستهم فالمنهج في علم الاجتماع الكامي وكيفي بمعنى أنه يهتم بدراست المجتمعات بالاستينات بدرجة أساسية على الاستبيانات والإحصاءات التي يقدمها التي يحصل عليها وبالتالي هو يقمع بين قانب كمي عن الموضوع الذي يهتم بدراسته من الإحصاء والاستبيانات وقانب كيفي لكنه يظل محدودا ومحصورا بدرجة كبيرة على عكس الباحث الانتربولوجي يدرس المجتمع من خلال الملاحظة المباشرة والاعتماد على الأخباريين الأشخاص كبار السن الذين يعاشوا في فترات ماضية وبالتالي هم يصبحوا إخباريين عما حدث في هذه المجتمعات طبعا في الحصول على المعلومات لذا فالمنهج الانتربولوجي منهج كيفي بحكم أن الباحث يقيم في هذه المجتمعات الباحث يعتمد على أشخاص من داخل المجتمع نفسه في دراسة الظواهر طبعا عالم الاجتماع يدرس المجتمعات كبيرة الحجم والعمليات الاجتماعية المحقدة بحكم أنه يهتم كما قلنا بدراسة المجتمعات الحديثة لابد أن تكون دراسته المجتمعات كبيرة الحجم ولعمليات أكثر تعقيدا بدرجة كبيرة بينما العالم الانتربولوجي يدرس المجتمعات المحلية الصغيرة والتي غالبا ما تكون مكتفية بذاتها وبالتالي يسهل علي دراستها دراسة كاملة شاملة في كثير من الجوانب الحياتية طبعا أوجه الاتفاق بين علم الاجتماع والانتربولوجيا الثقافية هناك اتفاق حصل في الفترات الأخيرة خاصة مع تطور دراسة علم انتربولوجيا هذه المسألة أنه انتربولوجيا الثقافية بدأت تهتم تنتقل من اهتمامها بالمجتمعات البدائية للمجتمعات الصناعية الحديثة أصبحت تهتم بدراسة المجتمعات الصناعية الحديثة والثقافات الكبرى كالثقافة الصينية والثقافة الامريكية والثقافة اليابانية والثقافة الفرنسية طبعا مجتمعات كبرى إذا مجتمعات حديثة هنا حدث التقارب بينها وبين علم الاجتماع كذلك أصبح علماء الاجتماع والانتربولوجيا بالتالي بحكم أن كلاهما أصبح يهتم بدراسة المجتمعات الحديثة وقدت كثير من التشابه بين هؤلاء العلماء بدرجة أساسية وخاصة فيما يتعلق بدراسة العلاقات الاجتماعية وتحليل البناء الاجتماعي لمجتمعات الإنسانية يعني دراسة القوانب العلاقات الإنسانية كيف تتم وأيضا بنيت هذه المجتمعات وعلى ماذا تستند طبعا من أمثلة هؤلاء العلماء لدينا العالم راتكليف براون والذي أطلق على الأنثربولوجيا الاجتماعية اسم علم الاجتماع المقارم علم الاقتصاد طبعا علم الاقتصاد هو ثاني العلوم التي جمعت العلوم الاجتماعية التي توجد بينها وبين علم الاجتماع علاقة وطيدة الاقتصاد كما يعرفه علماء الاقتصاد بأنه العلم الذي يهتم بدراسة ذلك الجزء من النشاط الفردي والاجتماعي الذي نكرسه للوصول إلى أحسن الظروف المادية لتحقيق الرفاهية بمعنى ما يقدم عليه الشخص من أنشطة ومن مجهودات ومن عمل يقصد به تحسين المستوى الاقتصادي والحصول على الجانب المادي في كثير من أوقف حياته وبالتالي هو يود أن يصل ليس فقط لمرحلة الاشباع الاحتياجات الأساسية أيضا لمرحلة تحقيق الرفاهية طبعا يهتم علم الاقتصاد ما يليه يهتم أول شيء انتاغ من حيث تحديد مستوى الانتاغ كما وكيفا إذن هو يهتم بدرجة أساسية بتحديد مستوى الانتاغ ما هو طبيعة الانتاغ كم حجم الانتاغ الذي يمكن أن ننتقه مثلا في اليوم سواء كان لمصنع لدولة لشركة معينة وأيضا كيفا ما هو طبيعة هذا الانتاغ وما هي الأسس التي تحكم هذا الانتاغ من الناحية الكيفية نوعية وجودة الانتاغ المقدم طبعا أيضا أساليب تنظيم الموارد أساليب تنظيم الموارد هي من الأشياء التي يهتم بها علم الاقتصاد ومسألة تنظيم الموارد تحتاج أن الإنسان يكون ذو خبرة بمسألة عناصر الانتاغ الأساسية حتى يستطيع ينظم عناصر تنظيم الموارد لابد أنه يكون ملما بمسألة عناصر الانتاغ التي تتمثل في الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم القانب الثالث وهو توزيع التروة توزيع الثروة لا يتمها كذا بمسألة عشوائية أو مسألة جزافية بل أن المسألة تطلب معرفة الأفراد والجماعات الذين يقومون باستهلاك البضاع والخدمات الناجمة عن العملية الإنتاجية وبالتالي هنا عندما نعرف من هم الأشخاص المستفيدين نستطيع أن نقدم خدمات على مستوى يكون أكثر جودة وأكثر كفاءة طبعا العلاقة بين علم الاجتماع وعلم الاقتصاد ما الذي يربط بين علم الاجتماع والاقتصاد طبعا الإنتاج وأساليب تنظيم الموارد وتوزيع الثروة هي من تغيرت لها علاقة بشكل رئيسي بالحياة الاجتماعية لا يمكن أن تدرس مثلا الإنتاج بعيدا عن الأفراد داخل الاجتماع توزيع الثروة بعيدا عن الأفراد وسائل التنظيم بعيدا عن الأفراد وبالتالي هنا لا بد أن توجد علاقة وطيدة باعتبار أن المتغيئة هم يعتبروا مرتكزات الحياة الاجتماعية كذلك لا ننسى بأن النظام الاقتصادي هو جزء من ضمن اهتمامات علم الاجتماع على اعتبار أن النظام الاقتصادي يؤثر على الحياة الاجتماعية ويؤثر أيضا في مسألة وجود كثير من المشكلات هذا التقارب بين علم الاجتماع وعلم الاقتصاد أو قد ما يسمى بعلم الاجتماع الاقتصادي علم الاجتماع الاقتصادي هذا العلم يهتم بدريقة أساسية بدراسة الجوانب الاجتماعية للحياة الاقتصادية الجوانب الاجتماعية للحياة الاقتصادية مثلا كيف يتأثر مستوى دخل الفرد بزيادة عدد الأفراد أو زيادة عدد السكان داخل الأسرة عندما يكون عدد أفراد الأسرة يتقاوز السبعة والثمانية والعشر أحيانا في بعض الأسر هذا لا بد أنه يؤثر على اقتصاديات الدولة وبالتالي هو يدرس هنا العلاقة دراسة الجوانب الاجتماعية وعلاقتها بالحياة الاقتصادية طبعا ظهر اهتمام العلماء بدراسة النظام الاقتصادي باعتباره جزءا من التنظيم الاجتماعي لا يوجد تنظيم اجتماعي بعيدا عن القانب الاقتصادي أو الاهتمام بالقانب الاقتصادي طبعا لدينا بعد ذلك علم السياسة علم السياسة هو العلم الذي يهتم بدراسة ظاهرة القوة كما تتقسط في التنظيمات الرسمية دائما ما ترتبط مسألة السياسة بالقوة على اعتبار بأن القوة هي تعتبر على اعتبار أن السلطة مثلا السلطة السياسية هي تعتبر المتحكمة المالكة للقوة المسروعة داخل المجتمع وبالتالي هنا لابد من الحديث عن العلاقة بين السياسة بالسياسة باستخدام الارتكاز بدرجة أساسية على ظاهرة القوة داخل التنظيمات الرسمية الموجودة داخل البلاد طبعا أقسام علم السياسة طبعا علم السياسة له قسم الرئيسيين القسم الأولى النظرية السياسية هو الإدارة الحكومية النظرية السياسية هو القسم الأولى النظرية السياسية الذي يهتم بدراسة الآراء المتعلقة بالحكومة كآراء فلاطون في كتابه الجمهورية الذي تحدث عن قوانب سياسية وميكافيلي الذي وضع قاعدته المشهورة أنه الغاية تبرر الوسيلة وبالتالي هنا الآراء السياسية ما يتعلق بالحكومة ما نوعية الأدوار التي تؤديها الحكومة هنا مرتبط بالدرجة أساسية بما يعرف بالنظرية السياسية المتمثلة بآراء العلماء والمفكرين حول قوانب السياسة الإدارة الحكومية يقصد بها هي التي تزود الدارس بوصف شامل لبناء الهيئات الحكومية وظائفها ما هي نوعية التقسيمات الإدارية الحكومية الموجودة داخل الدولة ما هي طبيعة الوظائف التي تؤديها هذه التقسيمات هل أنها تساعد في خدمة الأفراد داخل المجتمع أم أنها لا تخدم الأفراد بل أنها تزيد من حدة إشكالياتهم ومشكلاتهم المختلفة طبعا العلاقة بين علم الاجتماع والسياسة علاقة وطيدة جدا ومهمة بشكل كبير حيث أننا نلاحظ مثلا أن علم الاجتماع يهتم علم الاجتماع بكل جوانب الاجتماع علم الاجتماع هو علم شامل كلي وهو يمكن أن نطلق عليه علم يمثل المظلة العلية لبقية العلوم وبالتالي عند دراسته للمجتمع هو يدرس كل الجوانب المتعلقة في المجتمع بينما علم السياسة يهتم بدل سياسة ظاهرة القوة كما تتقسط في التنظيمات الرسمية بمعنى أنه فقط يركز على استخدام القوة داخل المجتمعات كيف يتم استخدام هذه القوة؟ ما هي التنظيمات الموجودة التي تتحكم في مصدر هذه القوة؟ كيف تعمل على تسيير هذه القوة وضبطها وتوجيهها والعمل على تدبيرها بطريقة سليمة؟ وبالتالي هو يركز على مسألة القوة السلطة بدرجة أساسية طبعا في علم الاجتماع يولي علم الاجتماع اهتماما كبيرا بالعلاقات المتبادلة بين كافة النظم الاجتماعي بما فيها الحكومة هو يهتم كعلم قائم بحد ذاته اهتماما رئيسيا بكافة النظم الاجتماعي طبعا نحن لدينا مثلا داخل أي مجتمع من المجتمعات لدينا نظام اقتصادي لدينا نظام اجتماعي لدينا نظام سياسي لدينا أيضا نظام ديني لدينا نظام أسري هذه الأنظمة الأساسية في علم الاجتماع يهتم بدراستها بصورة تكاملية بصورة تكاملية كل هذه الأنظمة يهتم بدراستها علم الاجتماع بما فيها الحكومة الحكومة والتي ترتبط بشكل محدد بمسألة القانب السياسي يعني أنا اهتماماتي كعلم الاجتماع أهتم بكل التنظيمات الموجودة بكل النظام الاجتماعي التي تدخل داخل إطار بما فيها النظام السياسي طبعا في علم السياسة يميل بدرجة أساسية إلى الاهتمام بالعملية الداخلية التي تحدث داخل الحكومة هنا لا يمكن بحكم التخصص في قانب السياسة نلاحظ أنه يركز على قانب دقيق جدا هو يأخذ الحكومة ثم يهتم بدراستها العملية الداخلية التي تحدث داخل الحكومة كيف تسير هذه الحكومة وظائفها ما هي التنظيمات الأساسية التي تتبع هذه الحكومة ما هي القوانب السياسية والسياسات المتخدة من قبل هذه الحكومة وبالتالي هو يركز على الحكومة بتفاصيل داخلية جزئية يستفيد أيضا منها الكثير من علماء الاجتماع في دراسة الظواهر الاجتماعية بعتبار أن علم السياسة يمد الباحث الاجتماعي بجملة من القضايا والآراء والأفكار المرتبطة بالسياسة والتي تفيد في فهم الحياة الاجتماعية بشكل عام طبعا نتيجة للعلاقة بين علم الاجتماع وعلم السياسة ظهر ما يعرف بعلم الاجتماع السياسي بوليتيكال سوسولوجي أول مرة هذا العلم ظهر لأول مرة عام 1945 هذا العلم ظهر لأول مرة عام 1945 العلم الذي يربط بين دراسة الظواهر والنظم السياسي بالأوضاع والظروف الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع مثلا إذا أتينا لندرس طبيعة المجتمع اليمني لابد أن مسألة البدايات الأولى لقيام مثلا المشكلات السياسية الموجودة داخل المجتمع اليمني مجموعة من الأفراد يطالبون بمجموعة من الحقوق المرتبطة بتحسين الوضع والفقر ومكافحة البطالة والقضاء على الفساد هذه جوانب ماذا؟ جوانب اجتماعية بدرية أساسية لكن بعد ذلك تحولت المسألة إلى مسألة صراعات سياسية إلى مسألة تبدل حكومات انقلاب في طبيعة النظام السياسي بشكل تام وبالتالي تأثرت الكثير من الأوضاع الموجودة داخل المجتمع والقوانب السياسية بدرجة أساسية بالأوضاع الاجتماعية التي كانت موجودة داخل هذه المجتمعات والتي لا يزال يعاني منها المجتمع اليمني حتى اليوم بفعل مجموعة من العوامل الاجتماعية التي أثرت بدرجة أساسية على النظام السياسي داخل البلاد بشكل كبير أيضا من ضم اهتماماته يهتم بدراسات البيوقراطية المتمثلة في التنظيمات الرسمية وعلى الأخص المشكلات الداخلية طبعا هو يهتم بدرجة أساسية من ناحية أخرى علم الاجتماع السياسي يهتم بمسألة البيوقراطية ما هي التنظيمات التي تكون موجودة داخل هذه التنظيمات الرسمية التي تدير مثلا الدولة أو الحكومة وما طبيعة المشكلات التي يمكن أن توجد داخل هذه الأنظمة وتؤثر عليها بشكل كبير جدا وهنا بشكل أساسي هو يهتم بدراسات المشكلات الداخلية وبالتالي جمع بينه علم الاجتماع وعلم السياسة بشكل رئيسي ومحدد طبعا في نهاية لقاءنا اليوم كنا تعرفنا عن علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى أتمنى ألقاكم في لقاءات قادمة وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من لقائنا لليوم على أمن أن أنتقي بكم في لقاءات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته